مساء الخير والسعادة على حضراتكم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التسعة والبداية النهاردة هتكون باجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والاجتماع كان يعني بيتكلم بصفة خاصة عن مسألة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وتغيير في هذه الخطة الزمنية في مسألة تخفيف الأحمال الكهرباء هتقطع إمتى في كل حتة ده حيتغير علشان تزامنا مع امتحانات نص السنة اللي قريدي ابتدت في جامعات والمرحلة اللي ابتدائية خلاص هتبتدي وكان فيه هناك مطالبات من عدد من النواب قدمت وبتأكيد ده استماعا لطلبات الناس بشأن تغيير موعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة اللي جاية وإنه الكهرباء ما تقطعش بالليل علشان الطلبة بتذاكر وبالنظر لده وبالنظر لبالفعل بدء امتحانات منتصف العام كان هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار بدل ما تبقى بالليل وده حيبتدي من بكرة حيكون فيه تغيير في موعيد تخفيف أحمال الكهرباء وحيكون فيه يعني الفترة اللي جاية حتى تقطع الكهرباء بالنهار من الساعة 11 صباحا من حد الساعة 5 مساء علشان الطلبة اللي بتذاكر تقدر تذاكر من غير ما يزعجها انقطاع الكهرباء خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا القرار وسياسات الحكومة في تغيير هذا القرار هل هناك خطة زمنية ما ليه هذا التغيير